إذن في هذا الموضوع الحساس والمهم جدا كما قلت بالنسبة للأهالي وحتى للأطفال لأنه يخص أطفالهم موضوعنا عن النهار اليوم هو العادات السيئة للأطفال لتؤذي الأسنان عديد من العادات يقوم بها الأطفال بفعل لا إرادية يعني الطفل صغير مع لا بلوش شرويدين ولكن هذا العادات تؤذي صحة الفم تؤدي إلى تشوه في الأسنان وحتى تؤدي إلى نمو غير طبيعي وسوي لألفك أليس كذلك؟ نعم بالطبع كما نعرفه كامل أنه الفم هو جزء من الوجه ويقدر يكون بوابة الجهاز الهضمي يعني هو بوابة يقدمنا وظائف عديدة تقدر تكون وظائف اللي هي لفونكشون فيزيولوجيك وظائف طبيعية وفيزيولوجية وكين وظائف اللي تكون وظائف غير طبيعية باتولوجيك منها لبعافونكشون هادو من اللي بغافونكشون اللي يقدروا يأثروا والعادات السيئة الغير طبيعية اللي يأثروا على نمو الفك العلوي والسفلي وتشكل الأسنان طريقة يعني غير منسجمة منها مصر الإسباكي مرحبت أول نقطة وأهم نقطة تبدأ عند الطفل اللي هي مصر الإسباع ولي فيها تفاصيل كبيرة أكيد اليوم الأهالي يرام فرحانين بهذا الموضوع لأنه كي الناس ما عرفتهم لقاتش حل هذا خليني نقول العقلية ولهذا الطريقة اللي يقوم بها الطفل وهي غير طبيعية صحة الابغافونكشون هذي تعمص الإسباع ولا الإبهم ولا الأصابع كامل راح يعني بالفطرة لأنه الجاني كي يكون في بطن الأم عنده هذي العادة يعني يزيد بها بخصة القلوب فطرية يعني مش مكتسبة هذه الحاجة اللي راح خليت هذي الابغافونكشون شائعة بخصة نصيبوها ببورسنتاج عالي تعمل أطفال صغار ما زالهم يديروا في هذه العادة السيئة صحة وقتها تكون خاطرة وقتها لازم تحبس يعني احنا أول حاجة لازم نعرفها أنه اللاج اللي لازم يحبس فيه هي مغمال ما يكون سبعة أشهر يعني ميدي باسيس سبعة أشهر في الراضيع ومن بعد كي من سبعة أشهر إلى ثلاث سنوات هنا كي يلاحظ أنه الأباء والموربي الطفل يشوف أنه هذا الطفل ما زال محافظة على نفس العادة اللي كان يديرها سواء يعني هو يديرها في أكثر وقت وقت النوم لأنه يحوص على الراحة النفسية الهدوء الأمان ما يعود للفطرة تعالي كان في البطن الأم لكن إذا ديباسات يعني سبعة أشهر روح نحتل ثلاث سنوات هنا الأباء لازم يصيبوا حل خاصة نقول أنه الأطفال اللي والفه ويرضعه ربما قبل أنه ومن تحديد أنه يرضعه وينامه في نفس الوقت هذه هي أنه يوالف يدير هذه العادة باش ينام ووراه يحوص على هذه الراحة النفسية اللي كان فيها صحة وقت ندقوا يعني ناقوس الخطر نهار يبدوا الأسنان الدائمة يعني يظهر الأسنان الدائمة اللي تكون من ست سنوات وأكثر هنا وين يكون صحيح تدخل أطيباء يعني طبيب نفسي وطبيب الأسنان صحة في المدة ثلاث سنوات هذه يقدر الأب في الدار وحدهم هما ينحيوا هذه العدسية واشنو هي طرق؟ قبل ما نوصلوا إلى طرق اللي نخلينا نساعد في أنه الطفل يقلل ولو ينحي هذا العادة السيئة خليني ننوه إلى نقطة ربما الناس راهي في رأسهم ذوكا والحبوي طرحوا وسؤال نشوف أطفال ربما يرضعوا هذا الأصبع السبابة وأطفال وحدهم خلين يستعملوا هذا الأصابع كل طفل واشنو العادة تحديدا واشنو هي الأسباب اللي تخلي الطفل يختار نوع من الأصبع على آخر وبالتالي يؤدي إلى تشوه النقطة ولا منطقة معينة في الفم كل ما خير أصابع أكثر هنا نعرفوا أنه عنده مشاكل نفسي يعني مش عادي لازم نحوسوا على المشكلة النفسية اللي يخليه يحوس على حاجة يخرج فيها على فقص هذيك رح يمت قوة كبيرة مصر الأصابع رح يستعملوا عضالات الفك الليسان هنا عنده يعني رح يكون عنده مشكلة نفسي ولكن يبقى تبقى في نفس النوع أنه خاطير وقدر يدرنا تشوهات كبيرة في الفم سوى إصبع واحد ولا عدة أصابع ما يهمناش العدد بتاع الأصابع هي كعادة عادة سيئة يعني لازم نعرفه أثارها الجانبية ولازم نعرفه كيفش نحبسها يعني كيفش راحين نحبسه طفل صغير اللي يكون ثلث سنوات أربع سنوات يعني نقدر ونتحكمه فيه الأقل اللاج اللي نقدروا إحنا كأمهات ولا أبا نتحكمه في هذه العادة من خليه واش حتى تتفاقم يعني من الأحسن أنه الولدين يلحظوا ينتبه هي الانتباه هو الحل هو الوقاية من آثار جانبية كبيرة هذه رانا هنا حكينا على نقطة واحدة من بين ربما النقاط العديدة اللي راح نترق لها خلال هذه الحلقة وفي هذا الموضوع تحديد هذه فقط عادة مصر الأصبع عند الطفل من بين العادات السيئة ربما لتؤدي إلى التشوف الأسنان ولا تؤذي أسنان وفهم الطفل وشنو هي كان أيضا مصر شفتين 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 سفلة يعني العليفر انفيريور يمصها كما يمص الأصابع يحيي مصر العليفر التاعو كان البريكسيزم ولا تصريف الأسنان يعني يحركهم ويزير عليهم طريقة غير عادية كان وضع أشياء ديزو بجي هكذا غير زم سيالة وش يصيب يلح في فمه هذي ثاني عادة سيئة يعني هذا كامل يقدروا يأثروا على الفك النمو العادي للفكين والتشكيلة الأسنان أيضا كان أطفال نلاحظهم ربما يعضوا لباسهم ولا يعضوا أي أشياء يخليهم يسحب إلى الأسفل وتلقيهم إلى ساعات قاعدين ربما يشاهدوا في الشاشة ولا يشاهدوا في الهواتف ولا الألواح الذكية وتلقيها قاعد لساعاته هو عرض هذه كاملة لازم الإنسان ينتبه لها في الصغر لأنها نقدر نقول أنها مشاكل نفسية رح تكون بسكو عليه كي قلنا مصر الإسباع راهو طبيعي لكن هذه مكتسبة لماذا رأي مكتسبة؟ لماذا الطفل راحل هذه الأشياء؟ لماذا يدير؟ الأسباب لازم الإنسان يعرف الأسباب الحقيقية وراء هذه التصرفات لكن قبل ما نعرفوه الأسباب أكيد نستقبله مكالمة هاتفية صباح اليوم وهي مشاركة في الموضوع أكيد يلا صباح الأنوار شكون معنا؟ صباح الأنوار تفضلي رانا في الاستماع شكون معنا ومنين؟ معك أم عبد المعز من وادسوف من وادسوف تحية لكم كل ناس وادسوف رانا في الاستماع تفضل بارك الله في شعركم لابات شوال عليكم وخيف الحمد لله تفضلي بارك الله وفيكم وربي خليكم على هذا الموضوع اللي بات نجوزونا فيه وإن شاء الله تكون في الميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب شكرا على المشاهدة وعلى الوفاء أيضا بارك الله وفيك إن شاء الله والله عندي ملاحظة في كانت بنتي هي حدية كانت تمص في أصبح أنت حب صحة بطلت وغذكة ولا وليدة وليدة كذلك راوي مص في صبعات الصحة من الأشكال أنت عمضتنا ينبت سنون ويمص وصبعوا حتى عطينا له مثلا قلتنا بالعامية الكدادة وما حبش يقبلها يعني يمص بعطول لليوم ولا فقط أثناء النوم لا طول اليوم ما حال في عمرو الطفل؟ وعندي مقطع حتى في التنصص السوسات نقوله حنا يا ابن عمي هل حتى هي ما حب نشمع طوهاله عليكش نقوله حنا يتعوج الأثنان طيب ما حال في عمرو الإبن هذا؟ عمدي ستشهر ستشهر يعني كان من قبل استعمل الرضاعة البلاستيكية أو لا لا؟ استعملها بلاقة البلاستيكية على جيل الحليب بسيح نحن بديك أرفضها بطلها من بعد رفضها هل عندك شؤال دكتورة؟ أنا كي عرفت لاش تاعو أنا نجاوبها يعني أنه عادي ما تخافش يعني رايح مع الوقت راح ينحى أنه تنتبه عليه بارك بعد ما يبدأ ينوذ الأسنان تاعو من ثم تبدأ لازم تسينيك قالت لك ربما رأى وفي وقت اللي بدأ ينبت الأسنان نبت الأسنان عادي لازم يحك لازم وقلت لك هي طبيعية يعني ما تخافش في هذا لازم ما لازمش تخاف له فهذه حاجة عادية يعني ما زلنا ما خرجناش من الطابعة يعني سبعة شهر تبدأ تخاف عليه؟ من سبعة شهر يبدأ وينوذوا الأسنان هنا تحاول أنه تدير له حاجة مرة في الضوقة مرة في الأصبع ويخليه هو يجيله خلاص يعيف يعني تقدر تحكم فيه الآن هذا ووقها هذا الوقت يعني في الحالة تحاق تتحكم فيه عادي يعني ما زل ما تخافش عليه فيه الحالة دير له حاجة هكذا ذوق مش مليح في الأصابع بس كما يعرفش ما يقدرش يمسحه ما يقدرش هو يمص يذوق هذك اللوغو يحبس وحده يعني تقدر تتحكم فيه عادي ونقولها ما تخافيش وإن شاء الله ما يكون غير الخير بإذن الله إن شاء الله يا ربي إذن كان هذا في خصوص إجابتك على المتصلات فيما يخص العادات السيئة يلا نرجع إلى مبعد تفضلي عندك إضافة وكاين أيضا تقليم الأظافر عن طريق الفم هذا جيد سيئة هذه ثانية مكتسبة وتكون ثانية الدخلة في الأمراض ولكن هذا ربما يكون تفضل كبير شوية ماشي في عمر صغير يعني يقدر يبدأ نقوله ست سنة سبع سنوات وهنا إذا كتسب حاجة كماذا نعرفه أنه عنده خلل نفسي يلا لدينا مجموعة صور حضرناها منك دكتور رح نشوفهم ونبدأوا نعلقوا على كل صورة يلا هذه الصورة الأولى يلا هذا الطفل اللي راه في عمر مبكر صغير جزال كما أقوله بدأ يعني سبابة والوسطى راه يحوص على الأمان على الهدوء على الفطرة اللي كان فيها فقط يعني هنا في هذا العمر ما لازمش نكونوا متخوفين وماش راح يؤثر على نمو الفكين ولا على الأسنان لأنه أصلا ما عندهش أسنان هذه أولا ما عندهش أصلا قوة ربما يمص بها قوة نقدروا كائن لكن مش راح تأثر لأنه النمو ما زال ما بداش فغير ما يعني هنا ما نخافوش عندنا واحد يعني اللي سيتيعوا يبدوا يكبروا من خمس سنوات ست سنوات لكن هذا العمر ما لازمش ما نخافوش حتى على بناء الأنسجة ما نخافوش لا لا ما نخافوش لأنه طبيعي هذا الشي طبيعي هو ربي سبحانه يعني كي كنا جانين في البطن أو نديروا هذه الحاجة لكن أنا قلت لك غير تفوت عمر سبعة أشهر هنا ندخلوا في حاجة اللي لازم لازم نحبسوها بأي طريقة جميل يلا نشوفوا صورة أخرى هذا العمر هذا الولد نعرفه وقيل يعني شحال في عمرها يكون عامين ونص حوالي نعم هنا لازم يعني الأم تحاول إنها في هذا العمر كيف نحضره كيف نقضيه ونقضيه عليها يعني نروحه طريقة بسيكولوجية أولا يعني نحكمه الطفل نفهمه نحفزوه كفاءات بغيزهم إلى ما درتش اليوم نشريه لك نخرجك الولاد تعذر كرام كامل يحبوا هذه التحفيزات ويفهمه إنه يقول لك لا ليلة ما درتهاش ما ما راح تفرح تلسق له زي عمى ملسقات تكتب له اليوم وفي حال أوليدي ما دارش هذي كل حاجة فهمت يعني يبدأ يفهم هنا هذا العمر راه يفهمك كينا لكومينيكاسيون تقدر تتواصل مع الإبنة تعك في هذا العمر هنا يعني أنا كطبيبة أسنان على بالي بالي تقدر تتحكم فيه الأم عادي كينا أيضا البخوتاج قبل ما نروحه إلى هذه النقطة ربما صاحبت صورة في هذه الصورة تقول أنه هذا الطفل لأنه حقيقية وصلتنا هذه الصورة قاتلك بلسيات كل الطرق والحيل ولكن غير فعالة هو يعني يستعمل الحيلة من أجل مصل أصابع دياله الحيلة هنا إذا كان في غير مره ما زل غير يدير فيها ومحبش يحبس هنا لازم تشوف له تشوف المحيط المحيط لذا يرقيه بتتكينا حاجة نفسية راه يمقلقاته سيلو استخيص راه يخرج في الاستخيص يعني في هذا العمر يحب يلفت الانتباه تشوفون يعني يحب يبين روحه عمل نفسي ربما أكثر قادر يكون عمل نفسي بشي بيين روحه ما نقدروا بشي نعوضه له هذا مصل أصابع بحاجة أخرى ربما المصدصة هذه تقدر تبدأ تنحيها تدريجيا سوخته في النوم في الليل تقدر ديله جوارب تخيطهم مع القميص الذي يبت به يكون مفتوح طبعا ليس هذا يكون مزير على يده وله يكون مفتوح للطريقة أنه يبت آلس في الليل ولكن يأتي له أصابع وما يقدر يصيب أنه بستاكل اللعنة علش قلت في النوم لأنه الذهن في النوم يوالف أشياء كثيرة يعني نقدروا نلعبوا عليه في الليل بعد من الليل نقدروا نأثروا عليه في النهار يوالف أنه خلاص مره وش يحط في الليل يقدر يعيش بها في النهار يعني يتروح معه تدريجيا وفي النهار أنا قلت لك لازم تبين اهتمام له أنت شغلة يعني هذا جانب نفسي أكثر من جانب طبي في طب الأسنان تحديدا يلا نشوف الصورة أخرى هذه طفلة يعني طفلة في العمر ثلاث سنوات أو حوالي أكبر من ثلاث سنوات رحنا نشوف يعني نفس العادة في هذه الحالة هل يؤثر بشكل مباشر عند الطفلة هذه على نمو الفكين وتشوه الفكين والأسنان هنا الأثار الجانبية التي تبدأ معها كلما كان النمو عن الطفلة يزيد من ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات هنا خطيرة لأنه سيغير في نمو الفكين يعني في الفم وش معنتها أنه الفك بالإعادة اللسان يكون في الحنك العلوي يعني يعني يكون يعاون على كواسان يكبر لكن هنا على جدار الفك العلوي على الحنك هذا العلوي وله هاد كما نقول بالدرجة اللسان يكون في النوم يكون يعني يعني هنا يعاون على النمو العادي فهذه الحالة الطفل راه يبلوكي الآلونكتاوية يبلوكي الليسان ما يخليهاش تدفع نموه هنا راح يصير عنده نمو ناقص للسك العلوي يلا نستقبل مكالمة هاتفية أخرى ونقوله آلو آلو صباح الأنوار آلو السلام عليكم وعليكم السلام وطيب الكلام تفضليش كون معنا ومنين أم عناد من أبو مرداس يلا تحية لكو كل ناس أبو مرداس اللي راح يشوفوا في نصباح اليوم تفضلي بسؤالك لنا في الاستماع انا حبا نسق في الاستاذ تفضلي راح يسمع فيك الدكتورة عنده عادة تعمص الأصبع ايه شحال في عمرو ثمان سمين نوات شحال ثم سمين سمين ثمان سمين نوات طيب وشن هو الأصبع اللي متعود يمصه الطفل الأصبع الكبير الأصبع سبابة طيب شحال عنده هو يمص هالأصبع دياله من اللي كان صغير من اللي كان صغير يعني هل ما شفتيش ما لاحظتيش عليه هذالأشياء منذ البداية هل استشرطي طبيب هل استشرطي مختص نفسي في الحقيقة كان يقولوليه شغال عادي بالوقت يحبسها وبعدم عمرو بالوقت ما حبش يحبسها درنا له وقع طرق شرينا له هذالك الفيرني اللي مر درناهولو سينا معاه احناية كل مرة نحيهولو يديرها هذالعادي الحار والتوم الحار أيضا ها كان أمهات يدير لهم التوم الحار في صبعهم في الحقيقة سينا ودرنا له الحار ودرنا له هذالك قلت لك يتباع عندك فرماسي ذالي مر طيب دكتور عندك سؤال عندي سؤال هل في هذا العمر هذا زار الطبيب الأسنان وكيف شراهي الأسنان ايه بده هو غير الأسنان غير الأسنان صحة زرتي طبيب الأسنان في هذا العمر ولا ماذا هو الأسنان بتاعوا عاديين ما خرجوا الزعمة معوجين هل لاحظت يعني تغيرات أو نمو غير طبيعية في أسنان الطفن أو لا 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 الأسنان أمه عاديين طيب بالنسبة للفكتاع أو لرائحة الفم ديالو ما لاحظتها وحتى حاجة يعني طبيعي جدا فقط عنده هذا العادة هنا العادة نحن لا قدر نشكفش نحبسوها يالله جمي لا قاعد معنا رح تسمعي إلى نصائح وإرشادات الدكتورة هنا تحمد ربي أنه مصرات لحتام مالفور 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 وهنا اللي لازم تديه لطبيب الأسنان لأنه لدينا جهاز اللي نقدره ركبه له في هذا العمر هنا يأتي تدخل طبيب الأسنان اللي هو جهاز منع وضع الأصابع ولا الإبهام اللي نقول لها هو عبارة عن ماذا هذا الجهاز؟ هو جهاز أنا بغي يفيكس يركبه دونتيس يعني جهاز يلتلصق عند الدونتيس وإنه ما يقدرش الطفل ينزعه هذا العلاج يندار مدة ما نقول لك ستة شهر إلى تسعة شهر يعني حساب الطفل لكن سريع في الذهن أو يتقبل هذا الشيء رح يتنح في ستة شهر يعني كندي دولو الجهازة ديك هي إنغري تتركب على الأسنان نقول لها لإضان دوسيزان للمالغ اللي اللي نوضلو في ست سنوات ركبوهم عليهم وفيها شغلة حديدة هكذا هي رح تبلوكي الوضع تاع الإسباع وتعاوننا كثير على تصحيح وضعية الليسان يلا نشوفوا صورة أخرى هذا تأثير سببها على نمو الأسنان والفك تحديدا كما ركما تشوفوا مشاهدنا الأكريم في الصورة علقنا دكتور على الصورة هنا يصرت له نمو خلل نمو خلل الأثر الجانبية اللي يقدر يديرها كما كنا نقوله بيانس دونتر وش ما عندها فجوة رح تصيب فومو شوال عندو فراغ ما عندوش انكونتاكت ولا ما يغطيش الفك العلوي ما يغطيش الفك العلوي ما تغطيش أسنان الفك السفلي نحن في العادة ربي سبحانه ديرها فهذه الحالة ما يقدرش خرجت عندو فجوة نحن نقوله لها بيانس دونتر والفك العلوي نمو العظم تعل الفك العلوي وش رح يصراله رح يخرج و رح ينقص يعني ما يكونش كبير ويخرج الأمام فقط رح يكون خارج بزاف على الأمام يدفعوا للأمام و تكون هذه النتيجة كما رحكم ترون في الصورة يعني المرسومات تكون النتيجة بهذه الطريقة نمو صراء انديزيكيليب تغطيح النمو وصراء الديزارموني يعني انسجام تعلق الأسنان ليس طبيعي هنا كما لا قريب التي كنت نحكي عنها الصورة الخضرائية الخضراء هذه أموفيبل تستنحى وتترجع وكان الفيكس اللي كوليها الدونتس عندو يعني الطبيب الأسنان يعني يكون لها وين الطفل ما يقدرش ينزحها هادو اللي الوسائل اللي يقدر يعني الطفل باش يتخلى على هذي العادة السيئة في العمر اللي حكينا يعني من 6 سنوات وما فوق طيب سؤال وصلنا على مواقع التواصل الاجتماعي سائلة ريتشاهد فينا صباحة اليوم قاتلك بل هل ليه مصل أصبع عند الطفل علاقة برائحة الفم نعم نعم لأنه البكتيريا اللي تكون راح يلم قاعدة البكتيريا اللي كان في الهوائية واللي يلمسها وكامل اللي يحطها في الفم طبعا راح تكون كاينة الموفيزودغ والريحة الكاريهة اللي مام تغسله وتكون كاينة يعني عادة جد سيئة ونتمنى كل الأبائي والأمهات يتولهوا قبل ثلاث سنوات يعني الأمر خطير حقيقة خطير خاصة في مرحلة النمو عند الطفل يعني هذه كالمرحلة اللي لازم يكون فيها الطفل الطبيعي ويكون عنده حتى عادة سيئة سيئة يلا نرجعوا باش نواصلوا نعلقوا على الصور المختارة لنهار اليوم صورة جديدة يعني فيها تشوه كبير يعني جراء مص الأصبع عند الطفل أو خاصة السببه ونقول أيضا أنه هذا العادة تبدو بسيطة عند الناس ولا الناس ما تعطيها أهمية ولكن مع نموه الطفل تشوفوا نتيجة حتميا كاريتية نشوفوا الصورة ونعلقوه كما نشوفوا الليسان اللي احتل الوضعية تكون خاطئة تخرج تخرج وينما تخليش الكنتاكت بين الأسنان ما يكونش كاين يعني الوضعية الليسان تعود تلعب دور علش هنا راح تأثرنا على عملية البلع ديغلوتيسيون هنا يبقى عنده البلع الرضيعي والله ديغلوتيسيون تخليه هذا المصر الإسباع يبقى يعيش بالديغلوتيسيون انفنتيش والطفل صغير ما يعفش يبلع عادي حتى يفتح لسانه كامل ويبلع هنا احنا في الحقيقة ما رانيش هكذا يعني مع النمو الليسان ما يكونش بهذه الوضعية عليها لغري هذي كلا ركتوفيها في الصورة الثانية هاري كراهي لاغريفيكس وتخليش الإسباع يدخل وتخلي وتصحح وضعية الليسان الليسان يروح ليها طريقة لا إرادية لا إرادية يمسها دونك يمس لبالي وهنا نعود للحينك العلوي ويخليه يعود يدير النمو تعويه عادي يعني التدقل لازم يكون فهذا العمر في هذا العمر ست سنوات سبع سنوات سمع 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 هذا العباري اللي رح يحفز لنا عن النمو العادي من ست سنوات سبع سنوات وثمع سنوات نقدروا نحطوهم له واللاحظوا أنه تغير ملحوظ يعني في ستة أشهر إلى تسعة أشهر من بعد هنا طبيب الأسنان يأخذ إتراءات تصحيح ويش دار هذا العدد السيئة ويش دار من هذه بيانس دونتر من 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 يعود يسجم يعود يسجم له الفكاين هنا وين جي تقويم الأسنان ملاله داية دكتور ربما الناس للأسباب يتخلي الوالدين والأهالي ما يهتموش بهذا النقطة وتجيهم أمر طبيعي هو أنه ما يلاحظوش تغيرات على أسنان الطفل والفك تحديداً وشنو هو العمر اللي نقدروا نلاحظو فيه باللي بدايت شوه والأطفال بداء يبان ربما الخلل إن كان في الفك أو في نمو الأسنان وشنو هو العمر المنظمة العالمية الأمريكية تقول لك أنه أبارتير من دون برمانات يعني ست سنوات يعني يكون الأمر راح عليهم لا 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 لأنه يبدو يظهروا الأسنان دائمة أسنان دائمة هي اللي تشكل خطر لأنها راح تبقى هكذاك كيف يبدو يظهروا الأسنان الدائمة هذه القواطع اللي لازم للوالدين يزوروا طبيب الأسنان في هذا العمر تحديداً في هذا المرحلة يعني في هذا المرحلة أنا قلت لك يجربوا من قبل الطرق النفسية يشوفوا كيفش يجسيوا كل الطرق طرق النفسية يدوه حتى الطبيب نفسي يعرفوا المشكلة تاعه وعليش يراه الطفل يفرغ هذه الطاقة كامل في هذا المص الإصبع يسيوا يديروا له انتباه تاعه يعطيوا يعني قدروا في المنزل باش يحبس هذه العادة لكن إذا فات أنه ناظروا له أسنان الطبيعية اللي هي الدائمة هنا لازم تدخل طبيب الأسنان طيب دكتور أيضاً من خلال اتصال السيدة اللي تصلت بنا من قبل حكينا على الرضاعة الرضاعة عفواً البلاستيكية خليني نقول مصاصة البلاستيكية هل حقيقة تشكل خطر على نمو الأسنان عند الطفل خاصة لما يحطوها لما يرقدوا بها يعني يخلوها لما ينحوها لما مشتاة الصباح نعم تشكل خطر لأنها حاجة غير طبيعية والإنسان لازمش الطفل ينام بها هذا واضح يعني غير ينام للأم والأب ينحي على الطفل الطفل يعني عسوه يرقد ينحوها له ينحوها له بس يخليه علىه الليسان يطلع كما كنا نعادوا يتعود يتعود للابوزيسيون تعالي العادية يلا أخر اتصال في هذا الفقرة تحديداً وقلوا آلو آلو صباح العنوار من قطعة المكالمة للأسف الشديد سمحونا إلى طولنا عليكم ولكن كانت الإجابة مهمة جداً بخصوص هذا الموضوع وهذا النقطة تحديداً يلا نرجع ونوصل الموضوع بالحديث عن الحلول البسيطة لتساعد كل الناس اللي رأيتشوفين اليوم قبل ما نروحوا للطبيب الأسنان الحلول يقدر أن يقلت لك يلعب له على النفسية تعالي أولاً ثانياً إلا شاف بل يطفل هذا ما شرى ما فهموش هنا لازم يشري هذو كليغان أنتي سوسيون بتاع يبات بهم إلا كان يدير أصابع كامل وإلا كان يدير غير السبابة يشري بخوتش تعله بوس ليحطوا للطفل يبات به يجي يحطوا ما يقدرش ولا يدير له حاجة ضوق مر ولا في السبابة يعني هذو الإمكانيات البسيطة اللي يقدر يستعملهم يستعملوها مربي طفل قبل لا يزور أي طبيب يعني هو يقدر يتحكم في هذه العادة السيئة أنه المتابعة ما يدير هلوش مره ويخليه ولا يبقى يتبعه ويعسه إليك أن نحبس العادة ولا لا لا تدريجياً الطفل روهم يحبش واحدة بلقباحها زعمها لازم لا لا لازم الأباء يروحوا تدريجياً مع أولادهم فهموهم بالأعقل اليوم ما دارش غدوة يدير وهي رايحة يعني مش اليوم خلاص غدوة نحبسها له هذي مستحية طيب وكتش يبدأ الخطر باش لازم الأباء يدوا وليدهم إلى طبيب الأسنان عند ظهور أسنان الدائمة ست سنوات يبدأ وظهر أسنان دائمة أنها خطر كبير راح يخطر على النمو والفكين وعلى الأسنان تشكيلة الأسنان يعني غير ينظر له أسنان دائمة لازم يزور طبيب الأسنان ما فيهاش هادرة علاش طبيب الأسنان هنا راح يدير لولي زابا غاي لأنه طفل خلاص ست سنوات نقدروا يركبوا له أبا غاي ولكن في سنين راح تكون حاجة غير عادية لطفل صغير ما يحملهاش لكن طفل أنه خم سنوات ست سنوات ويحمل يعرف ديجا تخلى للمدرسة صح بدأ يوالف أشياء غريبة يعني تقدر دونتيس كي يحط هالو وهو أصلا زيار طبيب الأسنان مخيفة يلا نستقبلوا مكالمة أخرى باش نجاوبوا على اتصالات المشاهدين ونقولوا آلو 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 شكون معنا ومن أي منطقات فضلور أنا في الاستمار صباح الأنوار شكون معنا سيدتي أم نين معك أم ويسام أم ويسام اللي رانا نسمعو فيها دوكا تهضر تشاغب عندي ثلاث غرام هيا يلا سيدتي تفضل بسؤال كران في الاستماع عندي بنتي تمر حاس 8 سنين قربت خيمة وعندها سنالها تحتانيين زوج بدلتهم لحد الآن سفوغانيين مثلا بدلتهم هل عندها عادات سيئة بنتك ولا لا أنت من الصباح لا 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 لدي حاجة من يجيزة اكوك شحاجة عزمك سجاج ولا حوت يحصل لها بسنالها كبدا قبلي كوردو بنقي فيهم وقالي ماما يوجعوني ماما يوجعوني يعني ما عندها احتعادة سيئة طيب هل عندها مشكلة في نمو الأسنان في هذه المرحلة ولا لا 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 الحمد لله عليها طيب ما هو سؤالك ما بدلتش أسنان ما بدلتش أسنانها ما بدلتش أسنانها يلا دكتور عندك سؤالة سؤال بركة هذه اللي يدخلها الجاج والحم هل سيات هي تنقي لها يعني مش طفلة صغيرة وعليش يجعو هذا ما كيف يشوف اللثة ولا في السنين هل عندها تسوس ولا ما عندش تسوس للأسف شديد ربما هذا موضوع آخر راح نقشوه في أعداد أخرى ولكن لا لا هي حبت تعرف على السن على تبديل الأسنان تبديل الأسنان عادي يقدر يدير عادي ثماني سنوات يلا هذا باختصار فقط كنا نتمناه الاتصار يكون في الموضوع على كدل الأسف فنديروا موضوع آخر ونفتحوا مواضيع أخرى في أعداد أخرى لكن حتى موضوعنا للهاليوم مهم جدا طيب نرجعو إلى الموضوع هل علاقة تنفس الطفل من فمه بمشكل في نمو الأسنان والفك؟ نحن أحدثنا على الموضوع الثاني نحن أحدثنا على الموضوع الثاني وهو السوسيون تاعي لأبوس السوسيون تاعي لأبوس واحدة من الأشياء اللي تخلي الطفل لا يتنفس عادي ورح يجيه تنفس غير طبيعي يعني فماوي وهو ناتج التنفس الفماوي ناتج على الضطخ يلا حنرجع إلى الإجابة شفائية لانه مختصر لبش ميرحش للإتصال إن شاء الله يكونون السؤال في الموضوع برك يلا صباح الخير صباحكم بالخير صباح الأنوار شكول معنا ومنين؟ أم كوثر من قسم طينا يلا تحية لكم كلنا سقسم طينا تفضل رانا في الاستماع أربي هنيكم صباح الخير لك والدكتورا دي معاك شكرا يا هل طارك كوثر تمص صباحها ولا لا لا؟ لا لا أم عنديش كوثر كوثر بسلامتها تقرأ في لا يبارك ما شاء الله يلا وين المشكل عندي صغيرة تاعي صغيرة تاعي عندها عشرة شهر تمص صباحها ومناطر سنيها ومناطر سنيها عشرة شهر ومناطر سنيها ومناطر سنيها ومناطر سنيها ومناطر سنيها وعندها تخوف أنه ينمو أسنان هول الفكتاحة بطريقة غير صحية وغير سليمة أيضا هل هذا الشيء يأثر عليها خاصة أنه راه في عشر شهور يعني صح نجاوبها على نمو الأسنان عشرة أشهر طول هو صح ما هوش عادي يعني لكن قدروا نستنى وكما نجاوبها طبيب الأطفال حتى العام هنا عام لازم ندروله التحاليل نشوفوا عليه مناظولهاش للأسنان ونقولها أنه لا يجعل الأسنان ينظر تقول لك الكاراوية راهيكينا لازميسيون بلوكاجة الأسنان لا لا ما عنده حتى علاقة وعشرة أشهر تقدر يتحبسي هالو أنك تحطي له الشيء مر على الإسباب فقط ما نقدروش نديروله أباغي ولا هذك البخوتش تقدر تشري وزال صغير وليد ايه ولا ينبوند ولا كي يحط ما يقدر طيب نرجع إلى موضوع اللي كنا نحكو فيه قبل ما نستقبل المكالمة هاتفية على التنفس بالفم والفموي هل عنده علاقة بتشوه الأسنان لتشوه الفكين احنا كي قلت لك اللي فونكسيون تاع الفم كاين طبيعية اللي هي التنفس للبلع الكلام يعني عنا والمضغ هذو أربعة عادية فهذو أربعة العادية يقدروا يقولوا باتولوجيك يعني مرضية عليه بسبب اللي بغافونكسيون يعني واحد من الأسباب تاعلي بغافونكسيون الكاينين نقاط اللي كاينين من البغافونكسيون تقدر تفزد لنا واحدة من الوظائف الفيزيولوجية مثلا التنفس عليه الطفل نصيبه يتنفس فموي أكثر الأسباب أنها تكون اللي بغافونكسيون عليه الليسان ديما هابط فمو محلول لا بيونسا ديك دونتر وش يدير طفل يدخل لهو يصيبه سهل يدخلو عن طريق الفم وهذا يشكل خطر كبير على نمو اللي تاجموية تعل وجه يعني نصيبه عنده وجه صغيور النيف صغير ما يكبرلوش اللي بوات هادو غيسبي غاتوا كيف كيف الحنك العلوي لأنه التنفس هي وظيفة صح ندخلو الهواء اللي بغمون ما نشوفوهش بركة هكذاك بل هي تعاون على نمو الصحيح للوجه يعني كيما لغموني فاسيا يعني مشكلة بسيطة جدا وحاجة بسيطة توصل إلى مشاكل حتى تشوهية في الوجه ككل نعم لأنه ربي سبحانه كل حاجة خلقها بدقة يعني إلا كان فيها خلل راح تدير خلل كبير في النمو في صفة الإنسان يعني تغير أشياء كبيرة وهنا دور الآباء يكون كبير يعني في هذا العمر إلا شفنا بل كان عنده تنفس فماوي لازم نحاوسوا على الأسباب إلا كان عنده واحدة من اللي باعة فونكسيون نسي ونحوها له في أقرب وقت وإلا كان عنده مشكلة تنفس في الأنف لحمات هذو كلها يروح ينحي هاملو يعاود يتنفس من الأنف عادي يعني لازم نشوفو طبيب مختص في الأنف والحونجورة أكيد كان هذا الجزء الأول فقط على معادات سيئة عند الأطفال يعني كنا نعتقد أنها بسيطة وكان نعتقد أنه موضوع يعني نقدرون على الجو بطريقة سهلة ولكن فيه أعراض ومشاكل كبيرة بصحة الطفل وحتى ربما توصل إلى التشوه في وجهه كما نقول في تكوين الوجه وتكوين أيضا الفكين واللثة والأسنان أيضا لكن لازم تعدي المشاهدين الكرام أنه تجي تكملي وتواصل هذا الحديث بالعدد الجيء إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله شكرا لك في أول ظهور في برنابج الشروق مورن